شاحن غريب بنوصله بعدين بنشبك البطارية الأولى بنشبك البطارية الثانية بطاريتين على نفس الشاحن وبشحنهم بنفس الوقت وغير هيك عم بستخدم باور بانك مشان أشحنهم موضوع جدا رهيب صراحة اليوم بدنا نعمل مراجعي حبايبي للبطاريات من شركة كي أند أف شركة رهيبة جدا بتصنع فلاتر بطاريات الفلاتر هيهم وراء وكمان لسه عن الشنتات رح نحكي عنهم بالفيديوهات الجاي فشكرا لشركة يو كام لتزويده فيهم وشكرا لهم لرعايتهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير خلينا نبلش بداية حبابي شركة كي أند أف بتصنع بطاريات للكانون واللسوني لن نكون لأني مستخدم كانون بس داش رح نفرق بسيط بنفس بطاريات الكانون اسم البطارية هاي الكبيرة لكاميرات الكانون الاحترافية الكبيرة LPE6N بتلاقي اللابل موجود على البطارية نفسها هلأ في عنا نوعين من البطاريات الكانون ال LPE6N في عنا البطارية الأولى هاي اللي كانوا يصنعوها من زمان سعتها 1865 ميلي أمبير هاي سعة ممتازة الفولتج تاعها 7.2 هاي كاميرات الكانون بتأخذ فولتج هاي البطاريات ممتازة لكن لحد ما طلعت الكاميرات الميرورلس من شركة كانون زي ما بتعرفوا الميرورلس بسحب طاقة من البطارية لأنه شاشتين شغلات بنفس الوقت يا الفوق اللي تحتها طول الوقت عم بسحب من البطارية احتاجت إنها ترفع السعة تاعت بطاريتها فعملوا بطاريات ال LPE6N H H يعني High Capacity سعة عالية فرفعوا سعة البطارية ل 2130 ميلي أمبير بس مش هذا الاختراف الوحيد بين البطاريات ال H وال LPE6N العادية الفرق الثاني إنه هاي البطاريات لما تستخدمها جوه كاميرتك بقدر أحط هاي البطارية الجديدة ال H نحكي ال High Capacity واركبها عندي بالكاميرا شو بسير لما أشبك أنا شاحن تايب سي على الكاميرا دايريكت أو على القرب بزبط بها حالتين الفكرة إنه ال H بتنشحن حتى لو مش عن طريق شاحن كانون الأصلي العادي فهي الاختلاف الثاني بين البطاريتين فكيند F استغلت الموضوع وصارت تصنع بطاريات ال H هاي أعلى شوية سعتها من البطاريات ال كانون هاي تقريباً 2250 ميلي أمبير أعلى بشوية صغيرة من بطارية ال كانون للهاي كباسي لكن الثنتين مع الشاحن قد نص سعر بطارية ال كانون الهاي كباسيتي تخيل هذول الثلاثة قد نص سعر هاي فهذا هو الإش المهم بصير نكمل الفيديو لو سمحتوا يعني إذا فيه مت حول الله يا رب يا الله يعطيك العافية توكل على الله وعشق الحقها الله يرضى عليك أنا بدي أصور أيها طب يلي هذول البطاريات بيشتغلوا طبيعي على كاميرات ال كانون لأنه زي ما بتعرف طلع لك مسج عادة إنه هاي البطارية مش شركة كانون الأصلية فشيلها الكاميرا ما رح تشتغل من غير ما يعطيني أي مشاكل طيب يليو الشاحن أنا إيش ممكن أستفيد منه الفكرة إنه شاحن ال كاند اف مش بس إنه الدول تشارجر بداية فيه مدخل تايب سي ومايكرو يو اس بي إذا بدك تشحنهم الشواحن اللي عندك بس هو بالكرتوني بيجي معه سيلك تايب سي لحاله المايكرو يو اس بي إذا أنت عندك هذا الشاحن أصلا موجود في البيت ثانيا بأخذ انبوت يعني بتقدر تدخل عليه أي شاحن تايب سي بعطي باور 5 فولت و 2.1 أمبير منهم ما تخلى بتوبك شاحن تليفونك العادي أو الباوربانك شاحن السيارة كلهم تقدر تشبكهم عليه والأوت بوت تاتو يعني هو قد يبعطي للبطاريات إذا أنت عم تشحن عليه بطارية واحدة هو بعطي 8 فولت يعني أعلى من الـ 7.2 فولت لبطارية الكنون فبعطي 8 فولت وبشحنها بـ 700 ميلي أمبير إذا كانت بطارية واحدة لكن إذا استخدمت بطاريتين يعطي لكل واحدة 500 ميلي أمبير فبأخذ حسب الموقع الرسمي بأخذ مشان يشحن البطاريتين من صفر لمية بالمية خمس ساعات ونص على الثنتين بنفس الوقت هذا بالنسبة للدول شارجر إن كان بطاريات الكنون أو بطارياتهم الكاند اف طب يليو أنا بخافة استخدم أي شيء غير شاحن الكانون الأصلي شركة كاند اف تحكي لك إنه هذا الشاحن بيحمي بطارياتك من أربع شغلات أول إشي الأوفر هيتن إنه بطارياتك ما تحمى الشورت سيركيتين إنه ما يصير فيه شورت كهرباء للبطاريات ثالثا الأوفر فولتج أو الأوفر كورينت إذا كان الأمبير عالي أو الفولتج عالي بيحميهم من هذا الإشي وآخر إشي اللي هو الأوفر شارجين إنه البطاريات ما رح تنشحن زيادة خلص بس تفلل بفصل عنهم فهي هي فكرة الدول شارجر تاحهم طب يليو بتنصح فيهم أنا بالأصل اشتريتهم يعني إذا بتلاحظوا إنه أنا أصلا بطارياتي الـ Canon High Capacity هاي هم الـ A والـ B حاطهم بشنتة الباكب فأنا نادرة ما أستخدمهم مشان ما يقلل الـ Performance تاحهم وباستخدم بطاريات الـ K&F وفي عندي بطارية Canon العادية مش الـ High Capacity هاي بخليها لحالة فأنا عم باستخدم بطاريات الـ K&F وموضوحهم رهيب جدا أنا فكرة شاحنهم إنه أنا أشحن بطاريتين على باوربانك أو لشحن التليفون جدا رهيب وهذا إشي جدا ممتاز ولسه جديد نازل لنغ اللي هي بطارية نفسها بتنشحن يا جماعة الخير فيها مدخل الـ Type-C بقدر أشبكها على الـ Power Bank Direct بتبلش تشحن هاي فيها ضوء أحمر معناته عم تشحن بس يصير أخضر أو أزرق بتفلل فهي نفس الساعة لبطاريات الـ K&F الثانية 2250 ميلي أمبير وغيريك بتشحنها شاحن الـ Canon عادي بتقدر تشحنها حتى على شاحن الـ K&F نفسه بتقدر تشبكها عليه لكن الشركة بتحكي لك إنه إذا إنت بدك تشبكها لحالها على مدخل Type-C فبتأخذ ثلاث ساعات ونص حتى تفلل مالسيك إنت ريحت حالك من موضوع إنه والله خلصت البطارية من وين داشحنها بدأ خلي شاحن الكاميرا معي طول الوقت لا حبيبي حتى شاحن الـ K&F هذا الخفيف الصغير بتشحن فيه بطاريتين إنت بتقدر تستغنى عنه وبتقدر تشحن بطاريتك داري فهاي أنا ما كنت أعرف عنها لسه نزلت جديد عندي وكام يعني طب يليو بقدر أشتريها لحالة وأشحنها شاحن الكانون لو ما معي Type-C آه حبيبي بتقدر ما في أي مشكلة يعني هي إلها أكثر من طريقة شحن بتقدر تشحنها على شاحن الكانون العادي على شاحن الـ K&F نفسه أو بتشحنها Type-C داريكت يعني ما عندهم أي مشكلة من ناحية طريقة الشحن وكله ما حميه الخصاص اللي حكيتها بالشاحن حطوها بالبطارية اللي هو الـ Overcharge Protection الـ Overvoltage أو إنه الـ Overheating كله كمان موجود ومحمي بين نفس البطارية منها وفيها زي ما حكيت K&F عندهم بطاريات للنيكون وللسوني أظن الـ EN الـ 14 هاي للسوني فأنت بتقدر تشتري الشاحن وبطاريتين مع بعض أو بتقدر تشتري تشارجر لحاله الشاحن لحاله أو البطارية اللي بتنشحن Type-C لحاله فذول الخيرات كلهم متوفرين إذا بدك تشتريهم بس أنا صراحة بنصح بالـ Package يعني هذا الباكage كامل شاحن مع بطاريتين وفيه سيليك Type-C جوا هذا كله بنصف سعر بطارية الـ Canon الأصلية يعني فرق شاسع صراحة أتمنى أكون أفتكم بهذا الفيديو في ناس تفتحت عيونها أنا بالنسبة لي هذا الموضوع رهيب إنه أشحن بطاريتي داريكت بطارية الكاميرا Type-C يعني واو بس عندي مليون بطارية صار صراحة ما راح تجيب هاي خلص هيك كافي صار عندي سبع بطاريات بكل أحوال حبايبي إذا عندكم أسئلة أو استغسارات أو معدات بتحبوا نشرح أنا بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثوا لي أحسابي الفيسبوك أو إنستجرام atli.hamati أو بتقدروا تبعثوا لشركة YouCam نفسهم على الفيسبوك أو إنستجرام atyoucamjo تذكروا دائماً يا حبابي إنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة وتذكروا أهلنا في غزة وأهلنا في الوطن العربي بدعاكم مع السلامة